موسيقى النشرة الثقافية من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم غيب الموت الفنانة التونسية الكبيرة نبيها القرغوري الملقبة بجوهرة الجنوب القرغوري كانت واحدة من أمرز الأصوات الفنية في تونس مسيرة الراحلة في هذا التقرير الفنانة صفوة من موليد سنة 45 تسعمائة وألف انطلقت مسيرتها من ولاية سفاقس اكتشفها سنة 61 تسعمائة وألف على حشيشة حين شاركت في عمل مصرحي غنائي قدمت عددا هاما من الأغاني الناجحة منها يلي ماشي للجزيرة التي عرفت بقيمة صوتها وتمييزه ولفتت أنظار الملاحنين إليها ثم قدمت عددا هاما من الأعمال منها وطني ودبلج وحديدة والدنيا لينا والربيع جانا وانهارك فلصباح الخير وغيرها من العنوين المميزة التحقت الراحلة بإذاعة سفاقس ولحن لها الفنان أحمد حمزة أولى أغانيها وسنها لم يتجاوز السابعة عشر ثم تبنها محمد الجموسي وقدم لها الدعم لتؤسس لانطلاقة حقيقية من سفاقس إلى كامل تراب الجمهورية ثم عملت ضمن المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة والتلفزة صف ولها رصيد هام من الأغاني وتتويجات وتكريمات والمشاركات في مختلف التظاهرات والحفلات الفنية والموسيقية في تونس إلى جانب مشاركات خارج تونس توجد أستاذة اللغة الإنجليزية الجزائرية خير زحوت بجائزة المعلم العالمي لعام 2021 لأفضل مئة معلم في العالم الذين تم اختيارهم من بين 26 ألف دولة من 110 دول المسابقة تنظمها مؤسسة AKS Education Awards الكائن مقرها بالهند وهي منظمة عالمية تهتم بالمشاريع والبحوث التربوية عبر العالم زحوت نالت الجائزة نظير بحث تطبيقي أجرته حول تنمية عقل التلميذ باستخدام التكنولوجيا كما سبق لها أنفازت بلقب المعلم الخبير الدولي لعامين متتاليين من طرف شركة Microsoft Education هذا وقامت وزارة التربية بتكريم المعلمة زحوت تقديراً لمجهوداتها في تطوير التعليم ستنظم وزارة السياحة المصرية مهرجان طريق الكباش القديم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بمحافظة الأقصر ويطمح القائمون على المهرجان إلى الترويج للسياحة والآثار المصرية التفاصيل في هذا التقرير وزارة السياحة والآثار المصرية تنظم مهرجان إعادة إحياء طريق الكباش القديم المعروف بطريق الاحتفالات بمحافظة الأقصر الذي ستبدأ فعالياته في الخامس والعشرين نوفمبر الجاري يضم طريق مجموعة تمثيل بلغ عددها ألفاً ومئتي تمثال ويعد المهرجان من أهم الفعاليات في المحافظة وهو أكبر استعراض للآثار المصرية إذ يعتبر أضخم متحف عالمي مفتوح وسيكون المهرجان كرنفالاً فرعونياً كما سيشهد العديد من الفعاليات الثقافية وكذا الفنية المختلفة إذ يبرز هذا الاحتفال حضارات تاريخية مصرية عريقة ويعرض عدة اكتشافات أثرية كانت موجودة منذ القرون الماضية تشارك ديوانية الفن لمؤسسها الفنان التشكيلي الجزائري حمزة بنوة في أحد أهم المزادات الفنية على مستوى الساحة الثقافية الدولية المزاد المزمع تنظيمه أقول في شهر ديسمبر المقبل يعد من أهم المزادات الفنية التي تقدم للعالم أرواع التحف الفنية كما يعتبر فرصة للمبدعين وجامعي التحف لزيادة رصيدهم من التحف الفنية لمزيد من التفاصيل يحضر معنا الفنان التشكيلي الجزائري السيد حمزة بنوة أهلا بك سيدي بداية ما هي ديوانية الفن؟ أول شي ديوانية الفن الفن أسستها في سبتمبر 2020 خلال الأزمة الصحية وهي قاعة فنية غاليري يعني يعرض الأعمال الفنية لفنانين جزائريين وفنانين دوليين غير جزائريين أجانب يعني ديوانية الفن هي قاعة تعتمد على العمل الإقليمي في عرض الفنون البصرية سواء كان لوحة فنية أو تصوير أو أنستاليشن أو كل ما هو فن معاصر وحاديث شاركت في بداية في افتتاح ديوانية أنجزت معرض المصارات وهو كان معرض للفنانين مجموعة من الفنانين العرب وشاركنا أيضا في معرض في شيكاغو وهو أنتيرسكت وينتيوان وهو معرض عالمي لعرض القاعات الفنية وكنا أول قاعة جزائرية تحضر هذا المعرض وبعدها عرضنا أيضا في معرض الفنون فن الدولي في القاهرة للفن المعاصر وأيضا شاركت أيضا في بعد شهر تقريبا في شهر مارس 2021 تعاقت مع موقع أرتسي الافتراضي في نيويورك وهو أهم موقع إلكتروني لعرض الأعمال الفنية وتسويقها يعني القاعات الفنية في الأساس هي فكرتها أو مفهومها هو التسويق الفنان والوصول بأعماله للأماكن المحترمة سواء في المقتنيات المتاحف أو المقتنيات الشخصية كانت لك عدة مشاركات على غيرار القاهرة شكاغو أنت قمت بجولة فنية عبر العالم ولكن هذه المرة ستكون في الدوحة ما هي خصوصية هذا المزاد سيدي؟ أول شيء أنا أفتخر لأنه نحن أول قاعة جزائرية ندخل العالم المزادات ومزادات على المستوى العالي أول شيء مزاد الباهي في قاطر يعتبر من أهم المزادات في منطقة الشرق الأوسط وهذا المزاد الذي سيكون افتتاحه يوم 4 ديسمبر يعتبر مزاد جدا مهم لأنه سوف يحتفي بثمانين سنة من الفن العربي الحديث والمعاصر فأنا كدوانية سأكون متواجد بأربع فنانين يوجد فنان علي بو خلفه هو فنان جزائري وكان أستاذ في مدرس فن الجميلة وهو خريج دفعة الفنان الكبير محمد إسياخم محمد إسياخم وأيضا لدينا فنان راشد دياب الدكتور راشد دياب وهو أهم فنان في السودان خريج مدرسة مدريد للفنون لدينا أيضا فنان محمد إبراهيم المصري هو فنان مصري من القاهرة أيضا هو فنان شاب مصري مبدع وأيضا لدينا فنان فرنسي جدا مهم هو زيفا هو فنان غرافيتي لكن يعتبر أيضا من أهم فنانين العالم في رسم الغرافيتي لكن أيضا يرسم لوحات فالديوانية ستدخل مزاد بأربع فنانين وهذا شيء مهم لأنه كقاعة جزائرية يوجد انفتاح كبير سواء الفنانين جزائرين أو انفتاح الفنانين الأجانب وترحم في مشاريع فنية من هذا النوع شكرا لك سيدي شكرا على حضورك معنا شكرا مع السلام اعتبر قصر كلارينس هاوس الملكي البريطاني أن زيارة ولي العهد الأمير شارز أمير ويلز وزوجته الأميرة كاميلا إلى الأهرامات المصرية لحظة تاريخية الزيارة دامت ليومين كانت بهدف دعم التراث العالمي ورواد الأعمال التقى فيها الأمير شارز بعدد من الحرفيين المختصين في التراث هذا ونشر القصر الملكي على منصة تويتر مجموعة من الصور الفوتوغرافية للأمير شارز ودوقة كورونويل تضمنت لقطات لزيارتهما إلى المعالم التاريخية بمصر يتهيأ الاتحاد العام للأدباء والكتاب من العراق لعقد الدورة الرابع عشر من مهرجان الجواهري للشعر الدورة هذا العام تحمل اسم الشاعرة الراحلة لميع عباس عمارة تفاصيل أوفا في هذا التقرير احتضن المركز العام للاتحاد قبل أيام اجتماعا للجنة التحذيرية للمهرجان الشعري الأكبر الذي تحتضنه العاصمة بغداد ناقش فيه المجتمعون الملامح الأساسية للفعل الثقافي الأبرز وسبول إنجاح المهرجان في نسخته الجديدة يمتد المهرجان على مدار ثلاثة أيام من السادس عشر إلى الثامن عشر ديسمبر المقبل ويأتي بالتزامن مع معرض العراق الدولي للكتاب الذي تقيمه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون في بغداد المهرجان في دورته لهذا العام يستهدف دعوة نحو مئتي شخصية أدبية عربية كما سيقرأ المهرجان في جانبه النقدي مجموعة من المحاور منها الشعر التحولات الاجتماعية والثقافية المعروف والمألوف وحضور الدهشة في شعر الشباب والتجربة الشعرية للمع عباس عمار ويشارك في المحاور نقاد وأكاديميون بارزون بدراسات حصرية للمهرجان وقد تم تشكيل لجنة نقدية لمتابعة المشاركات ولجنة شعرية ستتولى متابعة القراءات واختيار الأسماء المشاركة ويعقد اتحاد أدباء العراق المؤتمر الفكري لمنبر العقل الذي سيتمحور تحت عنوان العنف والمقدس في ثلاث جلسات نهاية النشرة الثقافية نلتقي في مواعد لاحق ترجمة نانسي قنقر